أستاذ عبد الوهاب بتكلم عن حكم المحكمة الدستورية شو رايك فيه؟ دكتور خالد احنا حتى بس يعني نوضح الصورة لجميع المشاهدين شو اللي صار في حكم المحكمة الدستورية هي قضية متعلقة بتشبه بالنساء عقوبتها بالقانون وفقاً للمادة 198 سنة حبس قضية منظورة أمام محكمة الجنح حضر محامي الدفاع أمام المحكمة وطعاً بعدم دستورية هذه المادة لأنه يعتقد المحامي بأن هذه المادة مطاطة وأن مدى تقدير التشبه يعني غير واضح وبالتالي أي شخص يقدر يحيل شخص إلى جهة التحقيق لأنه متشبه بالنساء لأن المادة ما وضحت المعايير المحكمة الجزائية رفضت هذا الطعن وعلى أساس القضية بتروح لمحكمة الاستناف وفقاً لقانون المحكمة الدستورية يجوز التظلم أمام المحكمة الدستورية وفقاً لدائرة فحص الطعون أو فحص التظلمات أمام المحكمة الدستورية تم تقديم تظلم أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية قبلت هذا التظلم وحجدت جلسة ونظرت هذا الطعن والمحكمة وفقاً لهذه القضية حاكمت بإلغاء نص المادة 998 المتعلق في شق التشبه بالنساء لمنية المحكمة وألغت هذه المادة ألغتها بناء على مدى مطاطية هذه المادة وإن أي شخص ممكن أن يحال إلى المحكمة أو إلى جهة التحقيق لأن الضابط يعتقد بأن هذا الشخص متشبه لا توجد معايير معينة يعني هل هذا الشخص اللي يتكلم إنجليزي أو مثلاً ما هل هو يعتبر متشبه؟ هل الشخص اللي يطول شعره يعتبر متشبه؟ لا توجد معايير معينة وبالتالي المحكمة فعلاً حكمت بإلغاء هذه المادة على الرغم من أن المحكمة لا تتوافق مع المتشبهين يعني حتى المحكمة في حكمها ذكرت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعنى الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال ولكن اليوم أنا رأيي القانوني وفقاً لهذا الحكم أنا أعتقد بأن حكم المحكمة الدستورية جانبها الصواب ليش؟ لأن أغلب الأحكام الجزائية أتت مطاطة حتى نص المادة 1908 نص المادة 1908 نص قانوني قدين موجود منذ تأسيس قانون الجزاء اللي بـ 1960 شي يقول هذا النص قبل أن يضيفون شق التشبه بالنساء يقول أن الفعل الفاضح أو المخل بالحياء العام يعد جريمة عقوبتها الحبس يا مجلس الأمة بسنة 2007 أضاف الشق المتعلق بتشبه بالنساء يت المحكمة الدستورية وألغت الشق المتعلق بتشبه بالنساء وتركت باقي نص المادة طيب السؤال الأهم ما هو الفعل الفاضح؟ وما هي الأفعال المخلة بالحياء العام؟ أيضا هذه تعتبر مطاطة وتترك المجلس الأمة أو المشرع مدى تفسير هذه المادة إلى المحكمة هي التي تقدر كثير من المواد أتت بنفس الفعل يعني اليوم فلنفرض جريمة على سبيل المثال هدك العرض جريمة هدك العرض ناس راح تعدام بناء على نص المادة المتعلق بهدك العرض نص المادة يقول كل من هدك عرض صبي أو صبية يعاقب بالحكم كذا وكذا وكذا ما هي عقوبة هدك العرض؟ عقوبة هدك العرض أفعال متعددة نص المادة لم يحددها على سبيل الحصر ولكن أتت المحكمة وفسرت نص المادة وقالت هدك العرض هو يعتبر مساس بعورة وفي قضايا تم نظرها أمام المحكمة متعلقة مثلا على سبيل المثال متعلقة بتقبيل الوجه وقالت الوجه لا يعتبر عورة وفقا لمفهومنا الاجتماعي وبالتالي هذا الفعل لا يعد من قبيل هدك العرض على الرغم من أن المشرع لم يحدد لم يحدد آلية هذا الجريمة ولم يحدد الأفعال المتعلقة بجريمة هدك العرض فاليوم أغلب النصوص الجزائية سواء السب سواء القذف هدك العرض تأتي مطاطة وتترك المسألة أمام المحكمة بالتالي نص المادة المتعلق بتشبه بالنساء حالة حالة باجي المواد والمسألة من المفترض أنها تترك لتقدير المحكمة ولكن المحكمة رأت بأن من المفترض على المشرع أن يحدد الحالات المتعلقة بتشبه على سبيل الحصر وبناء على ذلك نطلب من مجلس الأمة أن يشرع قانون جديد يعني يجرم هذا الفعل لأن اليوم المصيبة أن أي شخص متشبه بالنساء بالوقت الحالي يطلع بالشارع سواء مسوي عمليات تجميل سواء حاط حمراء حاط مكياج بالوقت الحالي للأسف الشديد ما حد يقدر يحسن نعم